إذن كيف نتحصل على هذه السعادة؟ كيف نتحصل على الرضا؟ أننا فعلاً ينبغى أن نكون كائنات رضيانة لأن السيد أرسطو الفيلسوف العظيم أيها الإخوة كان معجباً إلى حد بعيد حين ذهب يعرفنا بأننا كائنات مفكرة كائنات عاقلة وذلك على خطته في أن غايات الأشياء هي محددات الأشياء لابد أن أعرف الغاية التي لأجلها كان الشيء كانت المهية إذا حددت الغاية هذه أستطيع أن أعرف هذه المهية تعرفاً دقيقاً إذا لابد أن أحدد الغاية أولاً طيب كيف أعرف الغاية؟ لابد من معيار في تحديد الغايات أرسطو علمنا قال أي الآن هو سليم ومعجب أيضاً وعملاق بعد قليل سيتهافت لنصبح صبياً صغيراً يبعث على الرثاء أرسطو نفسكم أعدكم للأسف قال معيار تحديد الغايات أن تنظروا في الوظيفة التي لا يمكن أن يؤديها إلا ذو ما هي إلا ذو ما هي المعنية فننظر في الإنسان ما الذي يؤديه الإنسان ولا يمكن لغير الإنسان من حيوان أو نبات أن يؤديه التفكير العقلنا وظيفة التفكير العقلاني لذلك قال لك الإنسان ماذا؟ حيوان أو كائن حي عاقل مفكر مدرك الكليات سليم الآن معجب طيب والحيوانات قال لك الحصان كائن صاهل الأسد كائن زائر الغزال كائن باغم وهكذا وهذا كائن خائر وهذا عاون وهذا باعق وهذا مهدهد لهذا هذا صوت الهدهد إلى آخره هنا تهافت حتى أصبح مثل الطفل الصغير هذه حقيقة هذه الكائنات على كل حال لا نريد أن نحاسبها هنا ولنعود مرة أخرى إلى سبينوزا أيها الإخوة بعد ذلك بمئات السنين قال هذا التعريف الأرصي تعريف فارغ وخشبي ولا قيم له الإنسان كائن رضيهان بقدر ما فيك من الرضا بقدر ما فيك من الإنسانية جميل والمعيار يا سيد باروخ كيف أكون كائناً راضياً متى أكون كائناً رضي الله عنهم ورضوا عنهم قال هذه النهاية رضي الله عنهم ورضوا عنهم هذه النهاية جميل هذا أقرب إلينا أي من أرسط ولكن كيف ما هو معيار الرضا قال بمقدار ما تحقق من غاياتك وأهدافك ومقاصدك أنت رضيان بمقدار ما لم يتحقق منها يفوتك الرضا يفوتك الرضا كلما حققت أكثر كلما كنت إنساناً أكثر لماذا؟ لأنك تكون راضياً أكثر كلما فاتك تحقيق أهداف أكثر من التي عينتها في حياتك كلما كنت أقل رضا وبالتالي أقل إنسانية وبالتالي أقل إنسانية سنكمل محاسبة هذا التعريف وهذا التعيير لكن إن شاء الله في الدرس القصير بعد أي صلاة العصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا